النهاردة مع ختام فعاليات قمة مجموعة بريكس أعلن رئيس جنوب إفريقيا أن الاتفاق كان لدعوة انضمام مصر وأيضا السعودية، إيران، الإمارات، أثيوبيا وأيضا الأرجنتين وذلك لمجموعة بريكس التي من المقرر أن تبدأ عضوية الدول الجديدة فيها اعتبارا من 1 يناير 2024 من جانبه أعلن سيد رئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 وقال الرئيس السيسي في بيان قال فيه نحن نعتذ بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة ونتطلع للتعاون والتنصيق معا خلال الفترة المقبلة وكلنا أيضا مع الدول المدعوة التي تم دعوتها للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا وأيضا بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية